كونكلوجين زي ما بتقال كونكلوجين ملخص الحوار كان أو كانت عملية تأمين البعثة يعني سيئة للغاية ضعيفة للغاية سميها زي ما انت عايز بس هي كانت كل حاجة ناجتف زي ما بتقال عشان كده تاني وده بقى الشق الحلو الاتحاد المصري لكرة القدم طبعا تقدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي عشان يعني يكون فيه مراقب للمباراة وخلي اقول لحضراتكم على حاجة يعني فكرةنا كمان الامن والاتحاد الافريقي وفكرة انه هي بتنتهي بهذا الشكل لأ معلش احنا عايزين حقنا زي ما بتقال انا عايز حقي يعني انا دلوقتي تعرضت لي اساءة تعرضت لي مضايقات تعرضت لي ضغطات غريبة جدا فانا عايز حقي معلش انا مباراة وانتهت وكل حاجة وصفحة جديدة بكل ما تحمله لكن انا عايز ان احنا نكمل على اللبانينا يا كريم فمعليش لا معلش اللي حصل ده ما ينفعش ان هو يتسكت عليه عارف ما يتقالش عليها اي يا كريم يعني بطولة وعدت مباراة وعدت لا لا ما ينفعش ما ينفعش لو المنطق ده حيسود طبيعي ان احنا هنوصل دايما لنفس الحارة السد يعني اللي احنا وصلنا له طبيعة الحال لازم يبقى فيه وقفة لازم يبقى فيه حساب وسواب وعقاب ولازم اللي يتشافه واثر ليه وبناء على ايه يعني فيه حاجات كتيرة جدا لازم تتعامل بما فيها تجهيز كتيبة جديدة من اجيال يمكن اصغر شوية طبعا مع الاحتفاظ بمن هو يعني قادر على العطاء ومن هو قادر على اسعاد الجماهير بطبيعة الحال احنا مش بنقول نفور حدوطة وكرسي في الكولوب بس يحصل توليفة مصبوطة واحنا عندنا من العناصر الواعدة ما يكفي لبناء اجيال كمان مستقبلية ولكن طبعا لازم يتخذ في الاعتبار واكيد الكلام ابتدى يكون باستفادة من مبارح وخصوصا بعد المؤتمر الصحفي اللي ادل من خلاله كارلوش كيروش بتصريحاته واللي شملت شكره توجهه بالشكر للعبين واعلانه الرحيل عن تدريب المنتخب فعموما يعني اكيد الايام اللي جايه هتحمل لنا الكثير من المعلومات حول هذا الامر اشتركوا في القناة